اشتركوا في القناة امام الاتحاد السكندري بالتالي كمان عندنا بعض الاخبار المهمة على الصعيد المحلي والعالمي كالعادة لكن الاهم دايما اي حاجة جديدة بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي بالتالي مستني من حضراتكم انكم تتفعلوا معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وتوقعاتكم لتشكيل الاهلي وايضا لنتجة المباراة قدام الاتحاد في المطش اللي حيبتدي الساعة 9 بالليل واعتقد ان حيبقى في صعوبة شوان نتو تتوقعوا التشكيل في زل تواجد عدد كبير من الناشئين بعد قرار الادارة مؤخرا لكن خلينا نشوف الجمهور وشطرته ومدى متابعته الدائمة لاخر اخبار النادي الاهلي وحتى اللعبين حتى اللو في قطاع الناشئين في النادي الاهلي هننتظر تفعالكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفعالكم في الجزء الاخير من الحلقة زي ما احنا متعاودين دايما لكن البداية بتكون باهم وابرز العلوين تعالوا نشوف في تريند الاهلي الفريق يواجه الاتحاد الليلة في الدوري بالتوفيق ان شاء الله وفي تريند المحلي رسمي ام كالي مديرا فانيلا منتخب لأولمبي اختيار جيد واخيرا واخيرا كلاتنبرغ ياصل القايرة وتضارب حوله منصبه هنتكلم في النقطة دي بتفاصيل كتير خلينا نقول اهم مباراة اليوم في مختلف البطولات النهاردة في مطشة مهمة اوي ساعة 6 ونص المنتخبنا الوطني للشباب قدام المنتخب السعودي الشقيق في نهائي كاس العرب ومنتخبنا بفراحة ماشي بشكل كويس جدا يقدر كمان ان شاء الله ان هو يفوز ويفرح كل الشعب المصري بالبطولة دي خاصة بشباب تحت عشرين سنة عندنا مواهب مميزة جدا موجودة في المنتخب مع كبت المحمود جابر نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في المباراة اليوم اللي هتكون بالزبط الساعة 6 ونص ما حرحكم شايفين كده على الشاشة اما فيما خص مباريات الدوري المصري النهاردة مطش وحيد ما بين الاتحاد السكندري والاهلي الساعة 9 بالليل هنتركب هذه المباراة ونتابع فرقتنا بضغوط اقل دلوقتي او يعني باهداف مختلفة لان الاهلي بيستكشف عدد من الناشئين المميزين اللي ممكن يدعموا صفوف الفرقة خلال الموسم الجديد بإذن الله تعالى اما بخصوص الدوري الانجليزي فالصدمات تتوالى العشاق منشستر يونيتد او بتبتدي يعني هي الصدمات كانت على مدار السنوات الماضية من بعد رحيل السير أليكس فيرسون لكن بتبتدي وتستمر من خلال بداية الموسم النهاردة منشستر يونيتد بيخصل في ملعبه 2-1 من برايتون مع إيريك تينهاج المدير الفاني الهولندي الجديد في ظل توابط كريستانو رونالدو عددكة البودلاء اللي حد الشوتي التانية ما ابتدى ونزل ولسه منشستر يونيتد بيعاني عنده مشاكل كتير جدا على الجانب الدفاعي وأيضا على الجانب الهجومي فصدمة جديدة لعشاق منشستر يونيتد برايتون قدر أنه يبتدي الموسم بنتيجة مميزة قوي 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 2-1 على المان يونيتد ليستر سيتي اتعادل 2-2 مع برينتفورد مباراة كانت قوية جدا وليستر كان متقدم ثم عاد برينتفورد بإتعادل الإيجابي 2-2 المباراة بقى الأقوى وهي في ختام الجولة الأولى من الدوري الأمتع والأكثر إصارة على مستوى العالم وهي مباراة وستم مع منشستر سيتي وبداية منشستر سيتي هتكون صعبة شوية في المباراة لكن يقدروا يكسبه طبعا بحكم جورديولا المتواجد والنجوم الكبار الموجودين في منشستر سيتي بمطش الساعة 5.5 في ملعب وستم بس هي في كل الأحوال المواجهة صعبة لمن المؤكد أو التشكيل خلاص نزل ومتواجد هالند كأساسي في خط الهجوم الصفقة الجديدة بالنسبة لمنشستر سيتي قادما من بورسيا دورتووند الألماني يعني دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات هنروح بقى الفاصل بعد الفاصل نرجع نتكلم في حاجات كتير جدا أبرزها طبعا كلمة الكابتن محمود الخطيب بالأمس عندنا تعليق مهم جدا عليها ومنتهى الوضوح والصراحة يعني وكمان عندنا تفاصيل أخرى تتعلق بلجنة الحكام في الاتحاد المصري للكرة القدم فأنتوا هتلاحظوا كله مما يجي أقول لجنة الحكام هتلقوني باتحة غزبا عني والله غزبا عني فكلين نروح للفاصل نرجع نتكلم أهلا بحضراتكم مرة تانية انبالح كان فيه كلمة للكابتن محمود الخطيب في الحقيقة كان كلام مهم جدا وفي توقيته مناسب قوي 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 كل عايز يعرف فين المشكلة كل عايز يعرف ليه الأهلي بعيد كل عايز يعرف ليه الأهلي مش في حالته الناس كمان مستغربة من بعض الأمور فاختيار التوقيت من وجهة نظري كان مميز والميزة عندنا دايما في النادي الأهلي على مدار التاريخ وعلى مدار رئاساء مجالس الإدارات المختلفين مش كل شوية بنشوفهم في الميديا سواء رئيس مجلس إدارة أو أعضاء مجلس الإدارة بالمنازل مش رئيس مجلس الإدارة كل فين وفين كل فين وفين كده ما يطلعوا يتكلموا ولما بيطلعوا يتكلموا بيتكلموا عشان الناس عايزة تسمحهم مش كلام عالفادي أو مش لمجرد أن هم يظهروا في التلفزيون وكلام من ده لا هم يطلعوا عشان يوضحوا بعض الأمور المهمة عشان يوضحوا بعض الأمور المهمة فده أمر مهم وده اللي احنا متعودين عليه دايما داخل النادي الأهلي أنا بصراحة بفتخر جدا جدا بأن على مدار تاريخ النادي الأهلي دايما رئيس النادي أيا كان مين هو اللي موجود في المنصب الكبير جدا ده ده المنصب ده الكبير قوي ده دايما بيكلم بمنتهى الرقي والأخلاق والأدب والإحترام في الدنيا فهو ده النادي الأهلي بصراحة تقول لي أصلي أنت بتطبل عشان أنت في قناة الأهلي يا أخي أكسم بلما بعرف أطبل لو بعرف أطبل كان زمان أمور كدير جدا تغير الحمد لله على كل شيء لكن في كل الأحوال الراجل كمة في الركي كمة في الركي اختيار الألفاظ إزاي يوجه رسائل إزاي يتكلم بأدب هو ده دايما النادي الأهلي هو ده الأهلي اللي إحنا متعودين عليه دايما سواء بقى أنت تختلف تتطفق على بعض الجوانب الإدارية أو بعض القرارات طبيعي جدا مفيش حد بياخد كل القرارات صحة ومحدش بياخد كل القرارات غلط ده وارد ده هي دي الدنيا وهي دي الحقيقة كي حال الوقت أعتقد الجميع بيتطفق على أخلاق واحترام الكابتن محمود الخطيب ورقيه رقيه ووضوحه الكبير جدا فدي حاجة مهمة ولفقت الناصر لكن الأهم بالنسبة لي إن الكابتن محمود الخطيب أكتر حاجة رياحيتني أنا كواحد بشجع النادي الأهلي بصراحة إن هو ابتدى مبرح قال لك إيه قال لك يا جماعة إحنا بنعترف إن ممكن يكون فيه تقسير إحنا بنقول لك يا جماعة إحنا بنعترف إنه ممكن يكون فيه تقسير ممكن يكون عندنا أخطاء وكلام من ده أنا أول ما سمعت الكلمتين دول في أول الكلمة بتاعته تمام اللي امتدت لمدة ساعة هديت بقى اللي هو إيه واحد مثلا أهلاوي متضايق على فرقته زعلان مش عارفه بس أول ما عرفت إن المسؤول نفسه بيعترف بالأخطاء خلاص يبتدي تهدى وبقى عندي استعداد إن أنا سمع بقية الكلام فأنا بشوف إن دي في حد ذاتها كانت فكرة زكية جدا من كابتا محمود الخطيب يعني إنه هو يبتدي الكلام بالاعتراف بإن فيه أخطاء ارتكبناها وأثرت وأدت للوضع اللي احنا فيه دلوقتي فكون إن انت تعترف بأخطائك وتبقى حاطت إيدك على السلبيات وعرفت عالجها إزاي فبالتالي انت هتعالجه بسرعة وبالتالي انت هتصحح وبسرعة جدا فدي ميزة مهمة قوي قوي كان لازم تبقى موجودة وكان لازم تبقى متوفرة وإحنا تكلمنا فيها على مدار فترات فاتت بالمناسبة لا كنا مكلمين حد ولا كنا عارفين الأمور ماشية زي بس إحنا حفظين سياسة النادي وعارفين الناس جوه النادي لما النادي مش في أفضل حالاته بيبقى عارفين إن فيه أخطاء وبيعترفوا بيها عشان يصلحوا من المنطلق ده إحنا تكلمنا وقلنا الكلام ده تقريبا نفس الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب بالأمس في حلقات كتير من الترند في الشهرين ثلاثة اللي فاته وفي مناسبات كتيرة كمان برا قناة النادي الأهلي اتكلمنا في الجزئية دي فكان أهم شيء من وجهة نظري هو الاعتراف بالأخطاء مع وضع في الاعتبار إن فيه عوامل كتير جدا أثرت على النادي الأهلي اللي هو أنا بقول لك هنا غلطان أو بقول لك هو إحنا كنادي عندنا أخطاء وده طبيعي ومفيش حد ما بيغلطش خالص ومفيش حد كل قرارته صح تمام لكن في نفس الوقت يا جماعة إحنا فيه عوامل أثرت علينا بشكل كبير جدا جدا وتأثر على أي نادي وسرد عدد من الأمور والأحداثة فيما يتعلق بالفريق على مدار ضغط المطشاط المختلفة فبالتالي أنت في اللعبة تلعب مطشاط كتيرة جدا والأهلي أكتر فيه في العالم لها كورة وبالتالي بيجي إصابات وإصابات كبيرة فبيع منك لعبة إلى أوف الفرقة فطبيعا أنت توصل للمرحلة دي أنك ما تبقاش في قمة مستواك وبالتالي تتعصر وتفقد نقاط فتفقد المنافسة على بطورة الدول كل ده ناتج طبيعي لضغط المطشاط وسوق التنظيم من الاتحاد المصري لكورة القدم وبخلاف كمان أخطاء التحكمية الكارثية أخطاء فعلا كارثية ده أقل ما يقول عنها أنها كارثية هي حاجات فجأة صراحة وبالتحديد مع النادي الأهلي على مدار فترات كتير جدا أنا بشوف آخر موسمين تحديد الأهلي بيتعرض لأخطاء تحكمية مؤثرة للغاية فبرضه أتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب بمنتهى الوضوح وقال إحنا مستغربين وقال لك إحنا كمان هو أقارن ما بين اتحاد الكورة والاتحاد الأفريقي اتحاد الكورة زي ما قلت لكم من بارح وقبل كده كمان اتحاد الكورة ما يردش على الأهلي وشايف أن ده نوع من أنواع إيه أن أنا لو ردت على النادي الأهلي يبقى منفز للأهلي طلواته وأن أنا خايف من الأهلي وكلام من ده وأنت أصلا ضعيف أنت أصلا ضعيف والله أنت بمفروض أنت لو قوي وعلى موقف صحيح وعندك حق فيه يبقى حترد وتوضح الأموش لكن أنت مش لاقي حاجة تقولها ياما أنت مش لاقي حاجة تقولها ياما أنت عندك تخبط إداري كبير جدا جدا وأنا برقح الحل التاني أو الاختيار التاني ومشانا بس ناس كتير يعني في المقابل التحاد الأفريقي لما الأهلي تلع تكلم وقالي يا جماعة بعد نهاية أفريقية يا جماعة احنا فيه حاجات كذا 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 ومصلحة الكرة الأفريقية يبقى فيه كذا 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 تلع رئيس الاتحاد الأفريقي بنفسه قال لك الأهلي عنده حق بس احنا ما جلناش جواب غير من الاتحاد المغربي بخصوص تنظيم المبوران الهائية فعشان كده مش هنا اعتراف الكابتل محمود خطيب نفسه أو يعني مش عايز أقول اعتراف أعلانه على إن فيه ناس من جوة مصر كمسؤولين وأعتقد كلكم عارفينهم يعني هما اللي كانوا السبب الرئيسي في إن الأهلي ما يتقدمش أو الاتحاد لأن الاتحاد هو يتقدم الاتحاد المصري كورة القدم ما يتقدمش بطالة تنظيم لنهائي دوري أبطال أفريقي وتعمدوا إخفاء الجواب فدي حاجة برضو صعبة قوي إن أنت تكون بتتكلم على مفروض أي واحد مصري أي واحد مصري يعني كان انتمامه إيه يبقى حريص على إنه بلده تنظم محافل ومناسبات قرية مهمة زي دي أبرز وطولة داخل القرية هي بطولة دوري أبطال أفريقي يقول عندك كمان فريق وصل للنهائي وبيشرفك كل سنة بيوصل للنهائي كل سنة الأهلي موجود في النهائي فلازم أنت تبقى جنبه ولازم أنت تساعده ما تخبيش منه جوابات فإن قالك المكرنة ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي مكرنة واضحة للغاية اتكلم كمان على بعض الأمور وصائل بعض التساؤلات هل حد سيجيب على هذه التساؤلات سنترق وحنشوف لأنها كلها بصراحة تساؤلات غاية في الأهمية أهم شيء برضو عجبني في تصراحة الكابتب محمود الخطيب من وجهة نظري هو أنه طم أنا جماهيري النادي الأهلي من ناحية إيه؟ من ناحية الصفقات لأن الناس كتير بتسأل طبيعي أنت فرقة بتاعتك مش أفضل حالتها طبيعي فيه إصابات كتير طبيعي فيه لعيبة بعيدة عن مستواها مع كامل الاعتراف بإمكانياتهم المميزة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت أنت إيه؟ بتأكد أنه حيبقى فيه صفقات وصفقات قوية وده برضو اللي أكدنا عليه مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت أن الأهلي حيدعم بصفقات قوية جدا جدا لأن أي نادي بطل لازم يدعم وخصوصا في الظل الفترة الحالية أنت بتمر بأسوأ فتراتك فأنت محتاج تدعيم كبير جدا ومميز وصفقات إليه قوي وده اللي بإذن الله هيحصل لما يطلع رئيس النادي الأهلي نفسه ويأكد لحضراتكم الكلام ده يبقى تطمنه يبقى تطمنه عجبني كمان جزئية تانية وهي بتخص اللعيبة نفسه لعبة النادي الأهلي أن الناس دي عندها رصيد كبير قدروا أنهم يحققوا طولات كتير جدا وهو سارد الكابتن محمود الخطيب عدد كبير من الألقاب اللي حقق النادي الأهلي خلال السنوات القليلة الماضية يعني على الصعيد الأفريكي أو الصعيد المحلي وألقاب مميزة وحتى على الصعيد العالمي خطة برونزي تينكاس عالم وقال اللعبة دي قدرت أنها تعمل كل المجودة اللي عليها آه طبعا يسألوا على الفترة الحالية والابتعاد الكبير جدا على مستوىهم الفني والبدني والزهني لكن في أسباب قدت لكده فإنه هو يدي اللعبة دي كريدت بتاعها ده كان شيء إجابي جدا من كابتن محمود الخطيب وشيء محترم للغاية وممكن أي مسؤول يطلع يقول لك إحنا اللعبة بتاعتنا مش في أفضل حالاتها والفلان الفلاني ده مش عارف ماله ده العلان مش عارف ماله لا الراجل يعني بنبرة الأب بيطلع يتكلم على أبنائه اللي هم فعلا حقوا إنجازات مع النادي الأهلي وبيمروا بفترة صعبة جدا جدا خلال فترة حالية بسبب ترقم وتوالي المبارات والضغوط الكبيرة جدا عليهم والمنافسات فطبيعي أن هم يتأثروا فبصراحة كان موفق جدا intention kapitaan حمود الخطيب الراقي والمحترم وصاحب الأخلاق العالية جدا وهي ذي النماثج يا جماعة اللي لازم تخش بيوتنا هي ذي النماذج اللي لازم تخش بيوت المصريين كلها النماذج المحترم المؤدبة اللي عندها أخلاق عالية جدا مثل كابتن حمود الخطيب يعني وفيه زيه كتير والله طيب ده بخصوص كلمة الكابتن محمود الخطيب النهاردة الأهلي عنده مطش مهم جدا مع الاتحاد السيكاندير هتقولي المهم ليه ما احنا بعيد عن المنافسة لا هو مهم لإعتبارات كتير انت دلوقتي بتقابل فرقة قوية مش في أفضل حالتك في رئيس تحادس جندريك انت كمان مش في أفضل حالتك بتحاول تستكشف عدد من العناصر الجديدة من قطاع الناشئين ممكن تكون إضافة لك خلال المرحلة اللي جاية أو مع بداية الموسم فبتلعب بأهداف مختلفة هذه المباراة بتريح عناصر كمان كانت محتاجة أنها تريح بشكل كبير جدا زي أفشا والمصابين طبعا والشناوي وعلي معلول كمان فده شيء مهم في نفس الوقت هي فرصة لعدد من الناشئين أن هم يثبتوا يعني نفسهم عشان يكونوا متواجدين مع الفرق خلال المرحلة الجاية أو الموسم القادم والفرصة دي خلي بالك أنا بشوف أن العناصر اللي احنا شايفانهم قدامنا على الشاشة دول محظوظين قوي لأنه صعب أن الفرصة دي تيجي في النادي الأهلي بالشكل ده أن انت تلعب مطشط رسمية في بطولة الدوري محظوظة بفرصة زي دي فأنا بشوف أن هم محظوظين قوي قوي أن هم حيلعبوا في وضعية زي دي طبعا معهم بعض العناصر المميزة جدا من الفرق الأول لقرة القدم اللي ممكن ما يكونونش بيشاركوا فرصة كثيرة بسبب الإصابات المختلفة لكن في نفس الوقت فرصة بالنسبة للشباب أن هم يثبتوا نفسهم وإن شاء الله يكونوا موافقين خليني أقول لحضراتكم القائمة بتاعة الأهلي في مطش النهارة مين بقى في حراس المار مع علي لطفي مصطفى شوبير وحمزة علاء في خط الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي وأيضا محمد هاني محمد عبد المنعم كريم فؤاد محمد أشرف ده باكليفت مميز جدا محمد خليفة نصير لعب وسط ملعب ويجيد اللعب في مركز الدفاع محمد أحمد شرقية برضو من اللعبين المميزين أحمد سيد عبد النبي لعب جيد جدا برضو تركبوا هذا اللعب يا جماعة خط الوسط أليو ديانج محمد محمود بيرسي تاول واسم كيزوني محمد فخري زياد طارق محمد حمدي علي وميدو نبيل في خط الهجوم كل من حسام حسن صلاح محسن أحمد سيد غريب علي عمر فدي قائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم هتلاقي تشكيل فيه عناصر من اللعبين الكبار في الفريق الأول لكرة القدم هتلاقي برضو متواجد في التشكيل أيضا عناصر من كطاع النشئين وإن شاء الله نتمنى لهم كل التفاق طيب تعالوا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي من فندق إقامة الفريق في مدينة الإسكندرية عشان نفهم منه ونعرف منه كل التفاصيل تتعلق بالفرقة قبل مباراة اليوم يا فاروق أهلا بك كل التحية لك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدي ومتابع شاشة تقونات النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية وزمع التأمير من مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي وآخر استعدادات تفريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في مباراة الجولة التساع والعشرين للدوري المصري الممتاز والمباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التساع على استهاد الجيش بورج العرب زي ما أنت قلت أمير إحنا هنا موجودين في مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي ننقل طبعا لكل جماهير نوي متابعي برنامج للترند في كل مكان كواليس استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة بإذن الله طيب فاروق بالتحديد سأبتدي معك أسئلتي عن اللاعبين الشباب اللي متواجدين في القائمة واللي بالنسبة لهم دي فرصة كويسة جدا واللي ممكن بعضهم يشارف المباراة اليوم إن إيه لي يعني إحساسهم إيه دلوقتي استعدادهم إزاي للمباراة دي هل حاسين بضغوط هل عندهم حماس ودافع كبير لأنهم يقدوا بشكل كويس وأنا عارف أنت قريب منهم جدا كمان فقلي وصف لي حالتهم دلوقتي المعنوية والنفسية قبل مباراة اليوم أمام الاتحاد عاملة زي يعني خليني أقولك أمير يعني في البداية أنت عارف يعني بحكمة تواجدنا في القطاع للنشئين وعلى دراية طبعا بالكثير الجديد من اللاعبين فكاللي حديث مع بعض اللاعبين منهم اللاعبين دي فرصة أنا كنت محلم بها من سنين يعني من اللحظة الدخول للنادي الأعلي أنا مستنى اللحظة دي مستنى أن أنا ألبس تشورة النادي الأعلي للفريق الأول وأن أنا يعني النهاردة حلمي كبير جدا منهم بعض اللاعبين يعني مستقز من الساعات الأولى لليوم يفكر يعني مستني بينتظر هل يجب آه طبعا بالزبط أمير أنت عارف فرحة كبيرة جدا أنك تكون موجود في الفريق الأول للنادي الأعلي دور مهم جدا أيضا أنا شايفه أمير ولمسه من كبات فريق للنادي الأعلي يعني النهاردة شوف الكابتن حسام حسن مع أحمد سيد غريب مع علي عمر الاثنين اللي معاه في نفس المركز يعني في مركز خط اليجوم مع علي عمر وإحمد سيد غريب مع حسام مع حسام حسن نفس الأمر محمد فخري وإحمد سيد عبد النبي في جلسات صنعية مع محمود متولي مع كب الرومي ربيعة مع محمد محمد هاني مع أحمد سيد عبد النبي مع اللعيبة اللي الموجودين يعني محمد أشرف أيضا واحد من اللاعبين يعني خلاص لا أقدر أقول لك أمير أنه بنسبة كبيرة يقود الجبل يسر النهاردة محمد أشرف ويكون واحد من اللاعبين إن شاء الله اللي هو النتاج مهم جدا لقطاع النشاين اللعبين يعني الزروف صعبة يعني خلين ابرده يقول لك أن الزروف صعبة لكن اللاعب النشاين في النادي العالي مش مركزة في النصعوبة الموقف قد ما هي ما استنيع الفرصة دي يعني أغل موقف صعب وكان نفسهم أنهم يكونوا في وقت أحسن من كدو لكن اللاعب إلي flags بإلي عبت النشاين بالأول اللعب النشاين بقول لك الفرصة بتيجي في النادي العالي مش لازم تكون الأجوة يعني سعيدة البداية أو الزوط الكويسة لأها الفرصة ن okeye قطاع الناشئين أو جاءت لك في الفريق الأول نادرالي لازم أن أنت تستغلها. زي ما أنت قلت يا أمير. إحنا عندنا مجموعة من اللعاب الناشئين. يعني النهاردة برضو لو نقربهم لجمهور النادرالي بمراكزهم. محمد أحمد شرقية ده لعب قلبة فاعه موليد 2004. أحمد سيد عبد النبي الظهير أيمن موليد 2002. ميدو نبيل لعب يلعب في مركز 6 ومركز 8 ومركز 10 أيضا موليد 2004. محمد حمد ميسي اللي دي يعتبر تاني سنة لي في النادرالي كان نضم للنادرالي من فريق قطاع ناشئين بنادي ودي ديجلة. وكان أصلا هو من نتاج قطاع ناشئين بنادي المقالون العرب بيلعب في مركز الجناح الهجوم الأيمن والأيسر. طبعا لجانب وجوب بعطاء. أنت عارف أن بعض اللعبين عاري عمرو أرضو لعب خط هجوم موليد 2002. أحمد سيد غريب برضو لعب خط هجوم ويلعب في الجناح الأيمن والأيسر موليد 2002. لجانب طبعا زياد طاري مع مصطفى شوبير طبعا حمز علاء محمد أشرف زي موهلنا محمد فخري نصير اللعب اللي إن شاء الله. بتبقى مثال لقطاع الناشئين والدور الكبير لقطاع الناشئين في النادرالي يعني إحنا نمسينا أيضا من الجهاز الفني في تعامله مع اللعبين بيدي اللعبة الثقة كابتن سيد الكابتن سامي في بيديه الثقة للعبين عارفين في رهبة طبعا منها أول مباراة. لكن أقول لك إن شاء الله يا أمير وأكد لك إن اللعبة بالنسبة لهم ومشاركتهم في كاس الربة قدت يعني خبرات لبعض اللعبين منهم إن شاء الله أنه يتجاوز زي الرعبة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة بإذن الأمير. بإذن الله يا فاروق. لكن طبعا مباراة أكيد صعبة ومهمة بالنسبة لهم جدا وخصوصا في ظل الوضع الحالي زي ما أنت اتكلمت. لكن بالتحديد عايز أتطمن على جهازيتهم البدنية يا فاروق لأن هما كانوا خلصوا الدوري من بدري دوري في دوري الشباب. فبالتالي عايز أعرف هل هما جهزين بدنيا بشكل كبير جدا ومدى تقييم الجهاز الفني لحالتهم الفنية والبدنية تحديدا خلال آخر تدريبين. يعني خلينا أشيد بك يا أمير على هذه النقطة لأنك أنت أثرت نقطة كانت مصر حديث كتير جدا من الأوساط في الفترة الأخيرة. إن الكتير كان بيطالب يعني يوجود ناشئين من الندالي لكن قدر أوضح لك الأمر بالنسبة لي بعض اللاعبين زي أحمد سيد غريب بالنسبة لمحمد أشرف لحمد سيد عبد النبي محمد نصير فخري اللابة كانت بتشارك خلال الفترة الماضية بالكامل يعني منذ انتهاء بطولة 2001 الموسم الماضي بيشاركوا بصفة أساسية في تدريبات فريق النادي الأهلي النقطة الأهم النقطة الثانية الخاصة به المحمد أحمد شرقية ميدو نبيل محمد حمدي ميسي علي عمر المجموعة اللاعبين دي نقطة برضو تحسب لقطاع الناشئين في النادي الأهلي بقادة الكابتن خالي بيبو وميستر مايكل بروكتش الندي الأهلي كان من أوائل الفرق اللي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بدري يعني أنا كنت دايما موجود أمير بشوف فترة الإعداد بتاع قطاعات الناشئين في النادي الأهلي تبتتكلم إن النادي الأهلي حاليا يعني بدي أكتر بقاله أكتر من ثلاث أسابيع أو عشرين يوم بالتحديد في فترة الإعداد للموسم الجديد جوانب بدنية كان شغال على ميستر مايكل بروكتش معه مخططي للأحمال طبعا ده بيهيئ اللعيبة للموسم الجديد أول ما طلب منه اللعيبة تكون موجودة مع الفريق الأول طبعا عقد اجتماع مع اللعبين وهو الكابتن خالي بيبو مع اللعبين طبعا اللعيبة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي اللعيبة على مسافة قريبة جدا من الدرجة الأولى وده اللي بتكلم فيه الجهاز الفني في قطاع الناشئين مع اللعبين من الحالة البدنية من الحالة الفنية أقول لك اللعيبة جاهزة إن شاء الله النهاردة أمير إن شاء الله هنشوف يعني خمات إن شاء الله مباشرة هتكون يعني امتداد أو مستقبل لفريق النادي الأهلي إلى جانب أننا عندنا أيضا عناصر مميزة موجودة في قطاع الناشئين يا أمير إن شاء الله يا فاروق أنا أشكرك شكرا جزيلا زي من العزيز والمميز والمكتهد جدا فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي كان معنا على الهواء مباشرة من مقر إقامة الأهلي بإسكندرية قبل ومورات اليوم أمام الاتحاد لنا كمان كل التفاصيل نشكره شكرا جزيلا طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا بقى تفصيلها كده مهمة بتخص لجنة الحكام باستحادة بمصر لكرة القدم وعايزين نعرف مين رئيس اللجنة دي هل هو واحد ولا اتنين ولا ممكن يكون ثلاثة ولا اي خلانا نروح فاصل نرجع نشوف القاسم طيب اتفاكرين حضراتكم لما جئت التحدي الكرة التحدي الكرة عندنا في مصر ها يقول لك ايه يا جماعة احنا جايبين كلاتنبرج وخلاص اتفقنا مع الرجل والرجل ده جاي يطور التحكيم في مصر حيبقى مسؤول عن تطوير منظومة التحكيم في مصر حصل انا ما حصلش حصل قلنا لهم يا جماعة بروفو عليكم دي حاجة كويسة جدا ايه الجمال ده ايه الحلوة دي زي فول ماشي فين كلاتنبرج ما جايش جاي امتى كلاتنبرج قرب كلاتنبرج قرب يوصل طب امتى يا جماعة اهوص الاخير بقى موجود قبل ما يبقى موجود كان الكلام كله على ايه وقبل بيان الاهلي الاخير كان الكلام كله راح في انهي اتجاه في اتجاه ان كلاتنبرج حييجي عشان يبقى مسؤول على التطوير ويشرف على لجنة الحكام ولجنة الحكام حيترقصها واحد مين هو بقى يا كابتن عصان عبدالفتاح لأمام المتماسكين بيه جدا جدا داخل الاتحاد الكورة ويقول لك هو انسى واحد لمرحلة والراجل في الشغل مش طبيعي والله انا بجيب لكم كلام دلوقتي من داخل الاتحاد والله العظيم مش بقلف يعني هم الناس شايفين في الاتحاد ان الراجل ده بيعمل شغله موت نفسه في الشغل موت نفسه في الشغل وهو انسى واحد للمرحلة دي تمام فهم كانوا متوسكين بالكابتن عصان عبدالفتاح والكابتن عصان عبدالفتاح كان شايف ان هو مش عايز بقى موجود مع كلاتنبرج وقال لك ما ينفعش لوه يشتغل تحت ملازم فاكرين في احدى التصرحات التلفزيونية فقلنا ايه اكيد حيجيبوا حد تاني فعلا كان من المرشح ان يكون موجود او اتنين مرشحين الكابتن ياسر عبدالرقوف والكابتن سامير محمود عثمان وفعلا تم التواصل مع الكابتن سامير محمود عثمان اللي قال لهم بوضوح قال لهم يا جماعة نعديش مشكلة ااجي بس حددوا اختصاصات كل واحد يعني هكذا سيعمل ايه وانا هعمل ايه انا حيبقى منصبي ايه ومنصبي ايه يعني قلولنا الدنيا ستمش ازاي وبصراحة يعني سؤال وطلب مميز جدا من كابتن سامير محمود عثمان لما تكلموه يعني حلو حلو ايه فجأة وبعد بيان الاهلي عشان يقولوا الاهلي يعني بقى احنا كده 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 كنا هنغير يعني فهم اللي هو بقى ياخدوا الناس في اتجاه ده والاهلي طبعا يطلبوا الطلبات احنا كده كده كنا هنعملها فاحنا مش هنعملها عشان انت اللي بتقولها يعني واخدين بالكم فقال لك ايه لا انتوا ايه يا جماعة انتوا فهمين غلط كالتحق كوريا يعني ما بيقولوك ايه انتوا فهمين غلط احنا جابين كلاتنبرج ده اصلا عشان يباريس لجنة حكاة مين اقل لكم ان الكابتن عصام مستمر لكن التحاد تاني اللي كان بتتكلم وناس تانية اللي كان بتتكلم وكل حاجة طب حلو يا جماعة ده زي فول طب ايه حاجة كويسة يتغير الكابتن عصام عبدالفتاح ويجي الرجل كلاتنبرج يعمل شغل كويس بقى زي ما عامل في اليونان وبتاعه حاجة محترمة حاجة كويسة يعني على المستوى المهني فبالتالي دخلنا على ايه فجأة كلاتنبرج جاي وحيجتمع مع رئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبدالفتاح يا جماعة وانتوا انتوا بتستخبونا يعني انتوا فاكرين ان الناس اللي بتتفرج او الناس اللي بتقرأ الاخبار وبتسمع وبتشوف الحاجات اللي بتتنزل على الصفحة الرسمية بتاعة اتحاد الكورة والكلام من ده ناس يعني ما عندهاش وعي او ناس مش فاهمة حاجة او ناس بتنسى يعني شاهم انتم بتتعاملون بتعالوا اعرض لكم التباين ويعني كل حاجة وعكسها من خلال اتحاد الكور اول حاجة قالك فيه جلسة بعد ما كلاتنبرج وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم يعني الساعة 12 بالليل وحدة الصبح حاجة كده فادي هو خبره قالك ايه جلسة بين كلاتنبرج وعصام عبد الفتاح لوضع خط التطوير للتحكيم اول حاجة هو احنا الكابتن عصام عبد الفتاح هو ولا حيسام في تطوير التحكيم دي تبقى مشكلة يا جماعة كبيرة مع كامل احترام الشخص الكابتن عصام عبد الفتاح وتقديري لشخصه بس على المستوى الاداري لا اهو يعني فيه مشكلة واضح جدا بسبب اداء التحكيم مع كل الاندية كمان بالمناسبة الاكتر تأثرا هو الاهلي طبعا بس هنا السؤال يعني طب ما هو ازاي طب ما كلاتنبرج هو اللي جاي يطور طب ايه علاقة الكابتن عصام عبد الفتاح اللي كان من المفترض انه يمشي وبعد كده هو اللي حيبقى موجود مع كلاتنبرج وكابتن عصام عبد الفتاح نفسه هو اللي قالك كان شايفا بقي موجود مع كلاتنبرج مش عارف نش عارف نفهمها ازاي فقالك ايه يصل الخبر التحكيم الانجليزي مارك كلاتنبرج ونساء اليوم للقاهرة وهو الموعد المحدد سابقاً لوصوله بعد إرسال اتحاد الكرة زاكر التيران له يوم 2 أغسطس الماضي بعد اتنام التعاقد مع تطوير منظومة التحكيم في مصر لتطوير منظومة التحكيم في مصر ويعقد كلادنبرج جلسة همة مع عصام عبد الفتاح لهو مين رئيس لجنة الحكامية مكتوبة في الخبر انت الجلسة دي بكرة لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المجبلة ومنقشة سبل تطوير التحكيم المصري بما يقدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المجبلة يعني هنا بيقول لك ان احنا لسه كابتن عصام فتاح موجود رغم ان هم اول انبارح قالك لا هكذا كده الراجل ده جاي كرئيس لجنة حكام تعال خشيلي على البعض اتحاد الكرة منزل التويتر بتاعت مين بتاعت كلادنبرج وقالك مارك كلادنبرج عبر حسابه على تويتر قال ايه انا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لقرة القدم انا قادم يا ام الدني انا متفقل بالراجل ده ان شاء الله يعمل حاجة بس هنا التعليق هو كلادنبرج انتوا مفاهمينه ايه يا جماعة انتوا ايه اللي هو حيجي رئيس لجنة حكام ولا حيجي مشرف على اللجنة ولا حيجي يطور او يبقى منوت بتطوير المنظومة التحكمية في مصر هو انتوا دحكين عليه ولا دحكين علينا ولا ما تقولون يا جماعة الصح ايه يعني طب هل احنا كده بدل ما يبقى عندنا رئيس لجنة حكام واحد هيبقى ما شاء الله كده ربنا يزيد ويبارك عندنا اتنين اتنين رؤساء لجنة حكام في اتحاد الكرة انتوا عارفين المركب فيه مساء اللي قولك المركب اللي برايسين تغرق او المركب الميت رايس تغرق حقيقة كده احنا كده كده المركب غرقانة احنا عايزين اللي ينقذها من الغرق احنا الدنيا عندنا واقع يا جماعة تحكمية والله العظيم فارسوا على حاجة كاتحاد كورة استقروا انتوا قلقانين من ايه يا عم طب أقول لك العيكة تعال نقرأ تصرحات الكابتن عصام فتح يمكن هو الكابتن عصام فتح من نفسه اللي يمشي يعني تمام قال لك كابتن عصام فتح في تصرحات سابقة وما أكثرها لو جبنا عشر خبراء لن يطوروا التحكيم في مصر ليه كابتن عصام يعني مش عارف والخبير الأجنبي لن يفيد الكرة المصرية طب حضرتك أفدت الكرة المصرية بإيه إحنا محتاجين واحد فاهم الأمور داخل البلد ويعرف يتعامل إزاي عن الحكام هنا بقى سؤال هي إيه الأمور اللي جاء داخل البلد إيه الأمور داخل البلد يا جمع بلدنا أحسن بلد في الدنيا وكل الأجواء والمناخ داخل جمهورية مصر العربية مهيئ بشكل ممتاز إنك تقدي عملك على أكمل وجه وبكفاءة عالية إيه هي الأمور اللي داخل البلد اللازم من واحد يكون فاهمها أنا عايز أفهم الأمور الحمد لله عندنا زي فل زي الفل لو أنت راجل كفق هتنجح مش كفق مش هتنجح لأن كل الأجواء مهيئة صراحة قال لك اختيار خاطئ اللي هو قصده على كلاتنبرج أول ما تم الإعلان عنه يعني ده حكم ما رحش كاس عالة ومش محاضر في الفيفا والسي في بتاعه ما فيهوش حاجة وكمان صخر من لجنة رئيس لجنة حكام صخر من كلاتنبرج وقال لها كلاتنبرج هيجي يحكم ويبقى مسؤول يجي يحكم ويبقى مسؤول زي ما كان في السعودية دي التصراحات القديمة اللي كان قالها بالمناسبة أنا بفكر كابتر عصام الفتاح باللي قاله اللي هو هيجتمع النهاردة مع كلاتنبرج أنا بفكره اللي هو كده ايه الملازم هو هيشغل مع اللواء الملازم هيشغل مع اللواء يا كابتر عصام فقال لك عايز أفهم ورد أفتاح على سؤال حول عمله مع كلاتنبرج هالينفع لواء ييجي يشتغل تحت ملازم ما خدش دورة حتى في الفيفا لازم كلاتنبرج يتحمل مسؤولية كاملة ادي بقى رجل كلاتنبرج مسؤولية كاملة لك وكمل تقديرنا واحترامنا لك كل شخصك طبعا الكريم وكل الكلام منت دي طبعا لقطات من وصول كلاتنبرج النهاردة الصبح بدري اوي ساعة واحدة او اثنين صباحا وعشان يبشر عمله بس المهم يبقى عارف عمله ايه هل هو حبق مع رئيس لجنة حكامة هو رئيس لجنة حكامة هوش على تطوير التحكيم المنظومة نفسها ولا يبقى ايه بالضبط فتخبط اداري غير مسبوك تخبط اداري غير مسبوك في اتحاد الكور وما حصلش على مدار التاريخ بالصورة اللي احنا بنشوفها دي اتحاد ضعيف محتاج انه هو يقوي نفسه شوية ويبقى عنده سكة في نفسه ويبقى قراراته جيدة ويرعي مصالح الان دي خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل نروح سريعا عشان الوقت دهمنا ناخد اهم الاخبار في ترند الاهلي هنا يلا قورة من خلال حسامه على تويتر بيتوقع تشكيل الاهلي لمباراة اليوم علي لطفي في حص المرمى كريم فؤاد ورمي ربيع ومحمد عبد المنى ومحمد أشرف في خط الدفاع علي وديانج ومحمود متولي في وسط الملعب بيرسيتا وميكي سوني زياد طاري حسام حسن في الهجوم ناخد خبر اخر وده من خلال اليوم الساوي حسامه على فيسبوك ماذا قدم الاهلي والتحادس كندير في الدوري قبل صدام الليلة الأهلي في المركز الثالث والتحاد في المركز الحداشر النقاط 56 للأهلي 33 التحاد 26 مباراة الأهلي 29 مباراة للتحاد فوز 16 للأهلي 8 التحاد تعزل 8 وتسعة هنا وهنا خسارة الأهلي 3 للتحاد خسر 11 الأهلي سجل 51 هدف في التحاد سجل 35 واستقبل الأهلي 20 والاتحاد استقبل 45 ناخد كمان كورا بلاس والأهلي يقرر 90 سنائي نجم منتخب مصر الشباب دي الفريق الأول مش عارف سيغا بتاعت الوان كده مكتوبة صح ولا لا جماعة لكن في كل الأحوال هما هنا قصدهم على اللاعب رقفة خليل اللاعب منتخب مصر الشباب اللي عنده مباراة النهاردة نتمنى له فيها التوفيق مع منتخبنا وبعد المباراة يرجع مشاركة على أسكندرية عشان نضم المعسكر الفريق في المباراة المقبلة وعندنا مطش المصري يوم الأربع بعد من خلص مطش النهاردة بإذن الله تعالى طيب أخيرا في الجول مصدر من الاتحاد الأفريقي قال لدينا خمسة تمانية وخمسين فريقا في الدوري أبطال الأفريقي وسيتم إعفاء ستة أو ستة فرق من الدور التمهيدي بناء على تصنيف الأعوام الأخيرة طبعا أبرزهم النادي للأهلي طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجعني كم نستنون طيب تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة توقعاتكم للتشكيل والنتيجة النهاردة في مباراة الأهلي والتحاد السكندري راتب صالح قال لا يهمني من يمثل الأهلي لأن أي 11 لعب سيرتدون تشيرت الأهلي فهم رجال وعلى قدر المسؤولية ولكن ما يهمني أي لعب فيه شك 1% من سلامته لا يشارك الشراب الأهلي قدرين على أي فراغ على سد أي فراغ ناخد خلود رمضان قالت لطفي رامي عبد المنعم متولي كريم ديانج محمد محمود محمد أشرف تاو حسام حسن محمد حمدي اللي هو أحمد حمدي ميسي ده يعني هنا بتتوقع التشكيل للمباراة أحمد خالد قال يلعب بأي حد بس يكون فيه طريقة معينة لخوض مباراة مهمة أمام التحادس السكندري وإن شاء الله الأهلي حيفوز 2 واحد أهلاوي دائما وأبدا إن شاء الله الأهلي يكون موفق خلينا كمان ناخد تفاعل آخر من أحمد أحمد قال ايه قال للتشكيل علي لطفي كريم هاني ناخد كمان أحمد علي قال 2-0 للأهلي إن شاء الله وده كان أخذ تفاعل كمان معنا في الحلقة النهاردة إن شاء الله الأهلي يكون موفق في مباراة اليوم أو في مباراة اليوم ويكونوا يعني بيقدوا بشكل جيد وهنا نتركب ونتابع وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ده كان تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة وده كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل جديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج وإلى اللقاء